موسيقى مساء الفل يا صديق العزيز سامح ومعليش المرة دي مش معانا باسم بس احنا دايما على تواصل وهو قرر المرة دي ان هو مش حابب يتكلم في الموضوع ده لانه بالنسبة له العهد القديم كله حاجة محسومة فما لاش لازم ان احنا نقعد نزيد ونعيد فيها ولكن انا شخصيا بشوف ان الاية اللي احنا هتكلم عنها النهاردة او الشخصية اللي احنا هتكلم عنها النهاردة هو يشوع شخصية مهمة ان احنا نتعرف عليها وحبتدي بالاية وحقول نقطتين قبل ما ادي الكلمة لسامح الاية من العهد الجديد زي ما احنا متعودين من سفر اعمال الرسل على لسان استفانوس استفانوس وهم بيجي جايين يرجمو اه اخد كده شوية وقت وقعد يحكي قصة شعب اسرائيل اه من الاول لغاية اه الاخر وده بصيرت يشوع اه كلا يعني لانه شخصية من الشخصيات المهمة في التاريخ بتاع الشعب اسرائيل اه القصة كلها يعني هو بيحكي القصة من اول بقى يعني المجاعة اللي حصلت لليهود وانه هم راحوا مصر وبعد كده يوسف والاضطهاد اللي حصل لهم وكل الكلام ده احنا قلنا ما قصة في الاخر ما حصلتش يعني بس في الاخر دي القصة الرسمية لشعب اسرائيل اه فكان اه انا هاخد الحتة اللي بتتلم فيها على يشوع ونبتدي بالاية اربعة واربعين واما خامت خامت شهادة فكانت معها بقى انا في البرية بتتلم على فترة اليهود لما خرجوا من مصر كما امر الذي كلم موسى ان يعملها على المثال الذي قد رأى الذي ادخلها ايضا اباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الامم الذين طردهم الله من وجه اباؤنا الى ايام ده بيتكلم على يشوع ده هو اللي على ايده تم طرد الامم من خلال الاله علشان الاله يديهم الارض اللي هم وعدهم به اه مفيش اي ذكر اليشوع بطريقة سلبية فيه العهد الجديد خالص اه كل الكلام على يشوع مفوش اي حاجة بتقول ان المسيحيين عندهم اي مشكلة مع مع الشخصية بتاعت يشوع او الاحداث اللي حصلت على ايد يشوع بس ممكن نرجع تاني للحتة دي بس يعني حبيبك للآية نفسها لك وكتبتكتبها هو بص اه التي ادخلها ايضا اباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الامم الذي نطردهم الله من وجه ابائنا الى ايام داود الذي وجد نعمة من الله يعني وجد نعمة الله دي على داود تمام اه قبل ما ادي الكلمة سامح انا عايز بس اقول نوتتين صغيرين بسرعة كده اه قصة يشوع دي من القصص اللي دربت اول مصمار في نعش الامان بتاعي والسبب ان انا وقت ما كنت مؤمن وكنت مسيحي وكنت اب مقتنع ان الاب دا دوره ان هو يعرف الاسرة بتاعته بالامان بتاعه لان هو الامان الصحيح الامان اللي مفوش اي حاجة غلط فقررت ان انا اقعد كل يوم مع ابني الصغير ابني الكبير وقتها كان لسه صغير كان عنده مثلا اربع خمس سنين وقررت ان احنا نقعد انا ومامته وهو ونقرأ كل يوم جزء من الكتاب المقدس واقعد اشرح له ايه اللي مكتوب ايه اللي بنقرأه علشان ليبقى يعني ما يبقاش معتمد بس على المدارس الاحد اللي بيروحها يبقى في الاخر احنا بنعمل معاه الان انا كنت فاكره الصح يعني وابتدينا البداية الطبيعية من البداية وهي البداية الكتاب اللي في ايدنا ده البداية بتاعته والعادلة دي فتبتمسك العادلة قديم واحدة واحدة كده من اول بقى قصة ادم وتخش على نوح ونوح يدخلك على ابراهيم والليلة دي كلها وانا كنت كل يوم بحاول اخد اسحاح او جزء من الاسحاح واقرأه اه زي ما هو مكتوب في الكتاب وبعد كده علشان ابني ما بيفهمش اللغة العربية الفصحة اللي مكتوبة بيها القصص بتاعت الكتاب المقدس كنت باخد الكلام واقوله باللغة العمية بتاعتنا اللي احنا متكلمها في العادي بنا وبين بعض والدنيا مشت معايا تزوك وبتاع لغاية ما وصلنا ليه يشوع لما ابتديت اقرأ يشوع انا كنت قريت الكتاب ده قبل كده كتير يعني انا مسلا مخلص الكتاب ده ست سبع مرات من وانا صغير يعني بس عمري ما بيت افكر فيه بالطريقة باللغة العمية لما ابتديت اقرأ بقى سفر الخروج وقصة يشوع والليلة السودة اللي انا قريتها لقيت ان انا بقول لابني حاجات مستحيل اقولها له في العادي مستحيل اقول له ابني ربنا بيقول للناس او بيقول لليهود اقتله ومعرفش اي مدينة يعني اي مدينة نخش وفيها تقتله كل اللي فيها رجالة ستات عواجيز صغيرين بهايم والمشكلة ان هي الموضوع مكانش مرة واحدة مش مرة واحدة وعدت لا ده احنا نخش على مدينة ويحصل فيها نفس الكلام يعني اقول نفس الكلام لابني ولا ان انا مش عارفة اقولها بشكل كويس في الاخر انا ببوز انسانيته لغاية ما اقولت خلاص لأ الموضوع ده مش نافع انا حوقب اه اللي احنا كنا بتبينا ده انا ان انا مش قادر اقول لابني حاجات انا شايفها ضد الانسانية وحتشو طفولته يعني اه وده كان فعلا اول مصمار يدأ في الناعش بتاع الايمان بتاعي اه لانه كان فعلا يعني صدمة بالنسبة اه وانا قبل ما نسجل مع سامح قلت له الكلمتين دول فقال لي وانا كمان ودي النقطة التانية اللي هكت كنت عايز اتكلم فيها ان انا اول مرة اتعرف فيها على سامح كانت من خلال فيديو عمل على قناة اه كنت انا بتبحى من زمان القناة دي بقال يعني الحادثة دي حصلت من كذا سنة بتقال لي انا مش فاكر قد ايه بس فعلا انا اه اتفرجت على سامح وهو بيحلل القصة بتاعة ياشوك كان الفيديو اسمه محاكمة ياشوك واعجبت جدا بالكلام اللي سامح قاله اه لانه هو كلام مش مجرد احنا بنحكي القصة خلاص لا ده في بحث وانا شوفت بيديوهات عن الموضوع ده عن القصة نفسها وقدي انها مش موجودة في اي ملاهاش اي دليل اركيولوجي او اي تاريخ اي اي دليل تاريخي او تليل من الاصار كل الاصار بتاعة البلاد اللي يزعم اليهود ان هما دخلوها على ايد ياشوع مفيش اي دليل في الاماكن دي على القصص اللي مكتوبة وده سامح عرضه كويس قوي في الفيديو اللي انا شوفته لسامح اه ومن ساعتها انا وسامح بقى انا صحاب جدا يعني لغا دلوقتي او عادلين بنعمل فيديوهات مع بعض واتمنى ان سامح يعني زي ما هيحكي لنا قصة ياشوع يحكي لنا التحليل بتاقها من وجهة نظر العلم ومن وجهة نظر التاريخ ومن وجهة نظر الوجهة نظر اكاديمية لان لان فيه ابحاث اتعملت في الاماكن دي وناس راحوا وعملوا استكشافات ولقوا ان كل القصة المزعومة دي اه اكوردينج للي لقوه للي قدامهم ما حصلتش زيها زي كل الاساطير اللي قبلها يعني ما هو احنا المفروض يعني نتعامل مع الكتاب المقدس او العادل قديم بالذات لغاية يشوع على انها مجرد اسطورة طويلة زيها زي الالياسة والاودسة زيها زي اي قصة من الديانة المصرية القديمة وهكذا سوري للاطالة واردي الكلمة لسامح اتفضل اسامح الكلمة معك مرسي يا فادي وفكرتني بذكريات جميلة بجد يعني كانت قناعة حلوة فعلا انا اتعلمت منها كتير ما كنت بتابعها وطبعا يعني انا واللي عملوا معي الحلقة ساعتها جوزيف والاصدقاء الغاليين الحلوين جوزيف ومايكل مايكل ساروت دكتور مايكل ساروت شخلول وصديقنا جوزيف الغالي فانا بشكرهم جدا طبعا انت فكرتني بايام حلوة والناس دي كان لها فضل في رحلة الاستنارة والقناة بتاعتهم بجد يعني وكايت لانا مجموعة حلوة ساعتها وانا كنت لسه مسيح يعني في الوقت ده استمرت بعدها مسيحي كذا سنة لكن انت التعبير اللي انت قلته لما قلت لك انا زيك بالضبط انا كان اضع التعبير كمان في حد ذاته اني انا اول مصمار ده في نعش الايمان بتاعي هو سفر يشوع واول ظهور لي بالفيديو على السوشيال ميديا كان الفيديو اللي عملته بتاع محاكمة يشوع مع جوزف ومايكل واللي انت اللي عملت مداخلة فيه وكانت اول مرة شوفك طبعا فخلينا نشوف اللي انت قلته دلوقتي واللي احنا عايزين نقول عن يشوع انا رأيي مبدئين كده سفر يشوع احنا يعني هنقسمه على مجموعة حلقات كل حلقة هناخد منهم قصة معينة ونسلط الضوء عليها ونتأمل في كلمة الرب بارشاد الروح القدس ونشوف ربنا عايز يقولنا ايه من خلال القصة المذكورة في سفر يشوع مبدئيا بس من قبل ما ابتدي اقرأ كلمة الرب مع حبقنا المؤمنين خلينا نشوف لاني بس ما قال لك ده عهد قديم وانا محترم وجهت نظره جدا وانا كنت شوية يعني انا عايزة تناول سفر يشوع من منظور العهد الجديد مش من منظور العهد الجديد انا في العهد الجديد من منظور مسيحي بحت بشوف يشوع وسفر يشوع ووحي الروح القدس انفاظ الله في سفر يشوع عايزة تعلمنا ايه وبتقودنا ده فخليني استعرض معاكم مع حبقنا المؤمنين بكل ود ونشوف قادتنا الروحيين اللي احنا بنصق فيهم طبعا وبنحبهم معلم الكنيسة واباء الكنيسة العظام الكنيسة الجامعة سواء الكنيسة الارثوكسية او الكنيسة البروتستانتية عندنا ناس يعني اللي حاصلين على درجات في اللاهوت المية يعني والناس اللي ربنا بيكلمنا على لسانها وبيرشدنا على لسانها معلمنا واباءنا اذكروا مرشديكم يعني فاحنا عايزة استعرض معكم في الفيديو القصير نشوف نزغت الكنيسة حاليا ليه سفر يشوع عملا ازاي فممكن نتفرج عليهم ابا طيب الابن والروح القدس الالي الواحد امين نكمل تعملاتنا في سفر يشوع فربنا قال له موسى عبدي قد مات لكن يلا بقى انا معاك شد حيلك وده له كذا وعد لو تذكره المرة اللي فاتت الدالو اول وعد كل موضع تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم وده له وعد لا يقف انسان في وجهك كل الايام وده له وعد كما كنت مع موسى اكون معاك وده له كمان وعد لا اهملك ولا اتركك واخيرا الدالو وعد انت تقسم او تقسم الارض لهذا الشعب كل الوعود دي من اول اصحاح خلت يشوع طبعا يطمم وتكلمنا عن اليعود ودرها في الرجاء وفي السلام يعني ايه الواحد لما يضطرب وعد واحد من ربنا ممكن يرجع له سلام كل كلمة من فما الله تعطي رجاء فلما ربنا يقولك انا معاك خلاص ان كان الله معنا فمن علينا يبقى ببساطة ايه كما كان كما قلت كما كنت يبقى ربنا بيسهل علينا المأمورية احنا الاجيال الجديدة يعني موسى ده هي وعتبر رائد كان ما كانش حد قبل منه مشي السكة دي انما يشوع جاي قبل منه موسى واحنا قبل مننا بقى شوفوا كمية شهداء قد ايه وقدسين قد ايه وكتبات قد ايه وسير جميلة قد ايه بصراحة احنا احنا في عز لانه قدامنا ناس كتير قوي سبقونا وعاشوا صح وبالتالي مش صعب علينا ان احنا نعيش صح يعني بالنسبة للناس اللي اول مرة كانوا يبتدوا كانت اصعب لكن بالنسبة للناس سيفين اللي قبلهم مشوا ازاي ما هير صعب هذه سر قوته يدى الله العاملة معه يقول له لا احملك ولا اطركك حياة التلمزة اللي كان التمهيد 40 سنة روح الحكمة اللي موجودة فيه كلمة الله التي لا تبرح من فمه وموسى مات كانت خسارة كبيرة بالنسبة للشعب قائد عظيم موسى لكن الرب كان جهز قائد تاني علشان يتولى ادخال الشعب الى ارض كنعان وتأسمها زي ما الرب قال له وده يشوع ابن نون اللي زي ما اسمعنا اسمه يهوى يخلص لكن يشوع يرمز الى ايه هنا يشوع يرمز الى المسيح المنتصر اللي هو قائد لشعبه اللي يقودهم الى امتلاك كل البركات فرصتنا زي ما قلنا في البداية مع سفر يشوع الحروب والامتلاك الرب بيستخدم الاخ يوسف رياض معانا زي ما تعودنا الحلقات زي ما قلنا قبل كده موجودة على قناة ترنيم وخدمات عربية واحنا دلوقتي في انتظار نسمع كلمة الرب في سفر يشوع الحروب والامتلاك مع الاخي يوسف رياض تفضل يا اخي يوسف ربنا يبركك شكرا اخونا صفر سفر يشوع بيتميز بشوية حاجات اقولها قبل ما نبتدي في نخوط في السفر اولا هو اول سفر يسمى باسم كاتبه هنا اول الاسفار الذي يسمى باسم يشوع الذي هو على الارجح كما نعلم هو كاتب هذا السفر واحنا عارفين ان اول مرة الرب يطلب من موسى انه يكتب سفر كان في سفر الخروج الساح 17 وكان بالارتباط بيشوع اكتب هذا تذكارا وضحه في مسامع يشوع من هذا المنطلق يشوع شخصية لها اهميتها الخاصة جاء ذكر يشوع قبل هذا السفر سبع مرات في الكتاب المقدس لعل اشهرها خروج 17 عندما نجد يشوع رجلا محاربا ثم سفر العدد الساح 13 حيث نجد يشوع رجلا مؤمنا وفي الحقيقة جميل ان يشوع كان بخلاف الجواسيس اللي رجعوا قالوا ما نقدرش نروح الارض هو ان نقدر وها هو في هذا السفر يدخل ويمتلك بالاضافة الى ذلك نجده في سفر الخروج 33 لا يبارح الخيمة فهو رجل الشركة يشوع من هذا المنطلق شخصية مهمة وليه سفر جميل يكلمنا عن الحروب والامتلاك ده يعني باختصار مقتطفات انا خدتها من عزات يعني اباء الكنيسة سواء الارزوكسية والبرستانتية وفيه طبعا عزات كتير وفيه كتابات كتير عن سفر يشوع كتير كتير جدا ده سفر مهم زي مع الاستاذنا يوسف رياض الوعز الشهير ربنا يبارك حياته فيعني باختصار انتوا شفتوا ابونا داود لمعي هو بيتكلم على الرجاء والسلام في سفر يشوع بيتكلم على العز اللي احنا فيه نتيجة ان احنا قدامنا سبقنا اباء كتير زي يشوع وموسى فنتعلم منهم وشفنا قدست البابا شنودة معلم الاجيال وهو بيتكلم على روح الحكمة والتلمزة وكده وشفنا يعني معلمين الكنيسة الانجلية اللي بنكن لهم كل الاحترام نتعلم منهم دايما يعني يشوع هو قائد معناه يهو يخلص وهو بيرمز للمسيح المنتصر وبيقولك كلمة الرب في سفر يشوع احنا انا جاي النهاردة عشان اتأمل معكم في كلمة الرب في سفر يشوع زي ما قال استاذنا يوسف رياض طبعا انا متفع معه شخصية لها اهمياتها الخاصة دي حقيقة انا فعلا متفع معه لها اهمية قصوى بس صارت في حياتي انا شخصية هو رجل محارب ومؤمن وسفر جميل يعني انا عجبني اللي قاله الاخ يوسف رياض ربنا يبركه لما قال سفر جميل فخلينا نتأمل مع بعض بس بشكل غير تقليدي في كلمة الرب في سفر يشوع في وحي رب القدس انا مش حابب ابتدي الدراسة في الكتاب معكم في هذا المساء المبارك بالطريقة التقليدية العادية اني نمشي خطوة خطوة نمسك اية اية ونعلق عليها سفر يشوع لو انا مش غلطان هو 24 اصحاح وفي احداث همة جدا احنا دايما في ذهننا اتعلمناها في مدرس الاحد بنسمعها في العزاد في ترانين عليها ان هي احداث مهمة جدا في تاريخ الايمان المسيحي وفي عمق الايمان المسيحي انا حابب اخذ هذه القصص هي قصص مستقلة عن بعضها طبعا كلها موجودة في سفر يشوع نمسك قصة قصة ونسلط عليها بدوق ونشوف روح الرب عايز يعلمنا ايه من هذه القصص واحدة واحدة ومش لازم نمشي بالترتيب انا احنا في عدد معايم القصص مهم جدا انشان ما نطولش عليكم فاحنا هنعمل سفر يشوع لكذا حلقة في حلقة النهاردة بنعمة الرب هنتكلم على قصة اخان ابن كرني واللي عمله معي يشوع دي موجودة في الاسحاح السابع انا هعمل يدي الوقت انا هقرأ معاكم الاسحاح السابع كله بدون اي تعليق مني وبعد كده احب يبقى فيه تواصل مباشر بيننا يعني شايفيني وانا بتكلم ونتفاعل مع بعض مش مجرد ان الصورة موجودة فيها الايات وانا بتسمعوني بس فاحنا نقرأها الاول وانا طبعها قدامي بعد كده لما احب ارجع لها وقدامي لكم فيجر فهستأزمة كيفادي نقرأها مع الاحباء كلهم احباءنا واخواتنا المؤمنين او حتى احباءنا من غير المؤمنين يمكن كلمة ربنا تلمس قلوبهم وتأثر فيهم ويفتقدهم روح الرب في هذا المسأل بضعفي يعني ربنا يستخدم ضعفي وكده فصل من سفر يشوع بركاته المقدسة على جميعنا امين من الاسحاح السابع وباسم الاب والابن وروح القدس الاله الواحد امين وخان بني اسرائيل خيانة في الحرام فاخذ عخان ابن كرمي ابن زبدي ابن زارح من سط يهوزة من الحرام فحمي غضب الرب على بني اسرائيل وارسل يشوع رجالا من اريحة الى عاي التي عند بيت اون شرقي بيت ايل وكلمهم قائلا اصعدوا تجسسوا الارض تصعد الرجال وتجسسوا عاي ثم رجعوا الى يشوع وقالوا له لا يصعب كل الشعب بل يصعب نحو الفي رجل او سلاسة الاف رجل ويضربوا عاي لا تكلف كل الشعب الى هناك لانهم قليلون فصعد من الشعب الى هناك نحو سلاسة الاف رجل وهربوا امام اهل عاي فضرب فضرب منهم اهل عاي نحو ستة وثلاسين رجلا ولحقوهم من امام الباب الى شبارين وضربوهم في المنحضر فزاب قلب الشعب وصار مثل الماء فمزق يشوع سيابه وسقط على وجهه الى الارض امام تبوت الرب الى المساء هو وشيوخ اسرائيل ووضعوا ترابا على رؤوسهم وقال يشوع اهن يا سيد الرب لماذا عبرت هذا الشعب الارضن تعبيرا لكي تدفعنا الى يد الاموريين ليبيدونا ليتنر تضينا وسكننا في عبر الارضن اسألك يا سيد ماذا اقول بعدما حول اسرائيل قفاه امام عدائه فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الارض ويحيطون بنا ويقردون اسمنا من الارض وماذا تصنع لاسمك العظيم فقال الرب ليشوع قم لماذا انت ساقط على وجهك قد اخطى اسرائيل بل تعد عهدي الذي امرتهم به بل اخذوا من الحرام بل صرقوا بل انكروا بل وضعوا في امتعتهم فلم يتمكن بنو اسرائيل للثبوت امام عدائهم يديرون قفاهم امام عدائهم لانهم محرومون ولا اعود واكون معكم ان لم تبيدوا الحرام من وسطكم قم قدس الشعب وقل تقدسوا للغد لانه وكاذا قال الرب اله اسرائيل من وسطك حرام يا اسرائيل فلا تتمكن للثبوت امام عدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطكم فتتقدمون في الغد بازباطكم ويكون ان الصب الذي يأخذه الرب يتقدم بعشائره والعشيرة التي يأخذها الرب تتقدم ببيوتها والبيت الذي يأخذه الرب يتقدم برجاله ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار هو وكل ما له لانه تعدى عهد الرب ولانه عمل قباحة في اسرائيل فبكر يشوع في الغد وقدم اسرائيل بازباطه فأخذ سط يهوزة ثم قدم قبيلة يهوزة فأخذت عشيرة الزارحيين ثم قدم عشيرة الزارحيين برجالهم فأخذ زبدي فقدم بيته برجاله فأخذ عخان ابن كرمي ابن زبدي ابن زارح من سط يهوزة فقال يشوع لعخان يا ابني اعطي الان مجدا للرب اله اسرائيل واعترف له واخبرني الان ماذا عملت لا تخفي عني فأجاب عخان يشوع وقال حقا اني قد اخطأت الى الرب اله اسرائيل وصنعت كذا وكذا رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا ومأتي شاق الفضة ولسان زهب وزنه خمسون شاقلا فاشتهيتها واخستها وهي مطمورة في الارض في وسط خيمتي والفضة تحتها فارسل يشوع رسلا فركضوا الى الخيمة واذا هي مطمورة في خيمته والفضة تحتها فاخذوها من وسط الخيمة واتوا بها الى يشوع والى جميع بني اسرائيل وبسطوها امام الرب فاخذ يشوع عخان بن زارح والفضة والرداء ولسان الزهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له وكل ما له وجميع اسرائيل معه وصعدوا بهم الى واد عخور فقال يشوع كيف كدرتنا يكدرك الرب في هذا اليوم فرجمه جميع اسرائيل بالحجارة واحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة واقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة الى هذا اليوم فرجع الرب عن حمو وغضبه ولذلك دعيا اسم المكان واد عخور الى هذا اليوم والمجد لله دائما ابديا امين لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في عزي البيعة وكل باعة انجل بنعمة الرب هنتأمل في الاصحة السابع في الكلام اللي ارناه مع بعض ونشوف زي ما قالوا اباء الكنيسة سفر مهم وشخصية لها اهميتها الخاصة سفر جميل وهنستعرض مع بعض روح الحكمة والتلمزة زي ما قال قدست البابا وزي ما القائد ومعناها هو يخلص وهو يشير الى المسيح المنتصر ونتأمل في كلمة الرب في سفر يشوع طبعا انا اجي فين انا جنب الاباء العظماء اللي عملوا فيديوهات وتأملات وكتابات في سفر يشوع فنستعرض معكم حاجة بسيطة احنا دلوقتي نحكي الحكاية مع بعض بالراحة تمام احنا عندنا يشوع ابن نون اللي عايز يقرأ السفر بتاعه يقرأه بس احنا ما اقتطاناش القصة من الصيارة يعني اي حد يرجع انا واخد الاصحاح من اوله من بداية القصة اللي نهاية ده قبل الاصحاح السابع اللي هي القصة دي كان القصة تانية خالص مش متعلقة بالقصة دي خالص وبعد الاصحاح السابع دخل في قصة بعدها هنستعرض القصص دي في حلقات قادمة مش هنسيب حاجة وهذا الاصحاح كله ارناه فاحنا مش مقتطعين اي حاجة من صيارة القصة باختصار ان يشوع بعد ما كان انتصروا على اريحة واريحة دي لها حالة خاصة وظهرت عظمة الرب وقوة ويد الرب بيد عزيزة وزراعة عالية مع شعبه اسرائيل ازاي سقطت اسوار اريحة لما داروا حواليها وامتلكوا المدينة وطبعا رحاب الزانية لها دوت خاص رحاب دي يكون لها على كمان مستقل لبستها فظهرت عظمة شعب اسرائيل وكل سكان الامم دول وقع خوف الرب عليهم من شعب اسرائيل نيجي هنا في القصة دي نلاقي هزيمة وهزيمة منكرة لان شعب الله اللي بينتصر والرب بيقوده مرة واحدة المفروض ياخدوا عاي بعد ما اخدوا اريحة وما ماشيين مدينة مدينة فياخدوا مدينة عاي فياشوع بحكمة المحارب وبإرشاد من ربنا طبعا ربنا كان بيكلم وزي ما نشوف ربنا بيتكلم مع ياشوع انه هو اول اسرائيل في ياشوع وعود الرب اللي حكهالنا ابونا داود لمعي واللي اتكلم عليه قدسة البابا انا جدت مقتطفات بس ربنا وعد ياشوع بوعود قوية ليكون قائد وزعيم زي موسى مشاهل منه ففي ياشوع والله مع بعض فياشوع بعت جواسيس وجوله الجواسيس زي ما القصة حكت انا بحكيها بالبلد زي ما كان فادي بيحكي بولاده فياشوع بعت الجواسيس جم الجواسيس قالوا له دعاي مدينة صغيرة مش مستهلة نروح بالجيش كله بتاعنا والشعب كله والمحاربين بتاعنا اللي اعتقل احنا كفايا اخذ لنا الفين تلاتة من المحاربين دول وده شعب قوامه خارج من مصر قوامه في حدود اثنين مليون فاحنا مش مستهلة ناخد كل المحاربين يعني اثنين مليون بالرجال والستات والأطفال فشوفوا كام عدد المحاربين هايبقى رهيب وفي سفر العدد ممكن تلاقي كام جبار بأس فالفين تلاتة وفعلا ياشوع بعد تلات تلاف من المحاربين ربعا خلاصوا على المدينة المفروض فوجه ان التلات تلاف اتهزموا قدام المدينة الزغيرة خالص عاي وتقتل منهم ستة وتلاتين في ستة وتلاتين واحد اتقتلوا ويكتشفوا بعد كده ان ده عقاب من ربنا وغضب من ربنا انه بسبب حدثة سرقة عخان بن كارمي ده من شعب الله من شعب إسرائيل بس الطمع كله شفر ده شنعاري من الدهب حاجة كده نفيسة وغالية ومأتي شاق الفضة ولسان زهب يعني شفلوا صاروا حلوة كده وهم بيضربوا في المدينة وبيحاربوا التلات تلاف هو كان مع التلات تلاف اللي راحوا فرحوا خدهم كده في السكرتة وفي السهوكة ومخبهم ورجع بيهم وخبهم في الخيمة بتاعته طمرهم في الخيمة زي ما قرينا مطمورة في الأرض في وسط خريمتي والفضة تحتها فبسبب اني عخان بن كارمي طمع في الدهب ده والحزام الدهب والرداء الشمعاري ربنا موت ستة وتلاتين واحد من المحاربين السرعيلي الأشداء وتهزموا فاحنا هنا قبل ما تأمل في السفر أنا عايز أستعرض معاكم حكم ربنا شريعة ربنا اللي هو أنزلها على موسى كلم الله وصديق الله موسى بالوحي المقدس أنفاس الله كتب شريعة بالنسبة للسرع فالمفروض والطبيعي أننا نشوف ربنا قال نعمل إيه مع السارق ونطبق الشريعة دي يا طرق إيه الشريعة بتقول في حكم السارق فنستعرض مع بعض في سفر الخروج أنا هقرأ معكم كلمة الرب في سفر الخروج عدد 22 لو ممكن تجيبها لنا عفادي سفر الخروج عدد 22 من أوله وده بيوضح لنا بيوضح لك اللي صحة 22 أيوة صحة 22 أنا قلت العرب بس صحة 22 من سفر الخروج إذا سرق إنسانا ثورا إذا سرق إنسانا ثورا أو شاه فزبحه أو باعه يعوض عن الثور بخمسة سيران وعن الشاه بأربعة من الغنم إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم إنه يعوض إن لم يكن له يباع بصرقة إن وجدت السارقة في يده بحية ثورا كانت أم حمارا أم شاه يعوض بإسنانا إذا رعى إنسانا حقلا أو كرما وسرع حما وشيه فراعت في حقل غيره فمن أجوة حقله وأجوة كرمه يعوض إذا خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أجداس أو أذرع أو حقله فالذي أوقد الوقيد يعوض إذا أعطى إنسان صاحبه وفضه وأمتع للحفظ فصرقت من بيت الإنسان فإن وجد السارق يعوض بإسنان وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى الله يقدم صاحب البيت إلى الله ليحكم هل يمد يده إلى ملك صاحبه في كل دعوات جناية من جهة ثور أو حمار أو شاه أو ثوب أو مفقود ما يقال أن هذا هو تقدم إلى الله دعواهما فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه بإسنان وهكذا خلاص يفادي ممكن نشيله إلى آخر الإصحاح كلمة ربنا حية وفعالة وأقلم كل سيف زيق الدين كلمة ربنا واضحة لا التباسة فيها ولا غشة ولا لبسة فيها ربنا شريعته هو اللي أقيل لموسى اكتب الكلام ده ده في صاحة عشرة بصفر الخروج وما بقاش من الصاحة عشرة بيرص وبيكتب وبيدون موسى وراء الوحي المقدس أنفاس الله إيه اللي يحصل وإيه الأحكام فده حكم الصارب يعوض يعوض بقى بأربعة بخمسة بإسنتين على حسب قيمة الحاجة وظروف الحاجة زي ما شفنا إذا كان غصب عنه إذا كان مقاصد إذا تمسك بسرقته على حسب الحالة بيقضي القاضي أو من له حق القضاء في إسرائيل سواء النبي أو القضاء أو واتفر دي شريعة موسى فالصارقة يعوض عنها ما بيقطعوش يد الصارق في شريعة موسى زي ما ناس كتير فكرة زي الشريعة الإسلامية لا الصارق يعوض إذن نعود إلى كلمة الرب في سفر يشع نرجع لسفر يشع طب إحنا بالوقت قدام حادثة صارقة حادثة الصارقة دي المفروض أن الشريعة دي نزلت على موسى وفي وجود يشوع يشوع تلميذ موسى النجيب أهم تلمزته هو اللي تسلم القيادة بعده وهو حافظ الشريعة في قلبه المفروض الطبيعي أن يشوع يطبق الشريعة على أخان ابن كرمي طب يطرى يشوع عمل إيه مع أخان ابن كرمي حسب الشريعة اللي هي كلمة الله وأنفاس الله ووحي الله وأوامر الله أنا هستعرض لكم بسرعة تاني عمل إيه أنا هقرأ من عندي مش لازم تجي بها يا خدي عشان الناس تبع معنا وشايفة وامتبع بص يا جماعة هو يشوع الأول طبعا ربنا قال له وانتوا تقدموا صبت صبت وانا اختر منهم وبعا كده قبيلة قبيلة وبيت بيت لغاية ما ربنا هقولك مين السرق طبعا مش واضح أبدا إزاي عبنا كان بيشاور على يا شعب في وسط الجامعة إسرائيل كلها ملمومة في كرسى يا جماعة حصلت اليوم ده انتم متخيلين أولا الهزيمة المعنوية اللي تعرض لها شعب إسرائيل في هذا اليوم اللي هم بعد الانتصارات العظيمة وعود رب ليهم وتتنفذ مرة واحدة يتهزم هذا الشعب الجبر وهذا الجيش الرهيب قدام مدينة صغيرة اسمها عاي بتلت تلاف محارب من جبابرة البأس ويتقتل منهم ستة وتلاتين فهزيمة معنوية وهزيمة مادية وزعل وحزن لدرجة انه زي ما قرينا كده يشوع شق هدومه ولا معلى ربنا هو انت يا رب مخرجنا عشان نتهزم طب هيتقال علينا ايه دلوقتي بين الأمم بعد ما كنا بتدينا نسيطر وناصق بياخد ويدي مع ربنا اللي هو نعمل فربنا بقى استجاب له وقال له لا عشان في خيانة في كرسة في سرقة وربنا بقى موت الستة وتلاتين بسبب السرقة دي وهنشوف حصل ايه فالله حصل اني مش عارفين يا شوع بقى روح ربنا ارشده ازاي وصف الناس دي فعرف انه عخان بن كرمين يعمل ايه مع عخان بن كرمين حسب الشريعة المفروض يقيموها ويشوف عخان يعود بقى ايه بقى كم ضعب وخلصت على كده ويقدم عنه زبيحة خطيئة زبيحة محرقة حسب الزبايح ورجل يتوب لاني عخان قال له اهو اخطاط للرب يعني يشوع بيتعمل بحنية بيقول له ايه يا ابني اهو فقال يشوع العخان يا ابني اعطي الرب مبدل حناية يشوع حناية جميل فاحنا شايتين يشوع الحناية بيقول له يا ابني اعطي مجدل للرب واعترف عخان اعترف بكل هدوء وقدوم ما يقاوم ولا يجادل ولا ينكر وقال اول كلامه اخطأتوا الى الرب وقال كذا وكذا اللي هي شرحها ولقيت الرداء وطفانتوا كده فالطبيعي الطبيعة التطبع على الشريعة ده كلام ربنا واهم واحد يحافظ على الشريعة ويطبقها هو يشوع فنلاقي يشوع عمله الرجالة طبعا نصدقوا ملقوها جري على الخيمة اللي كركضوا وحفروا ومطلقين الغنيمة السرقة ورجعوا بيها اخذوا من وسط الخيمة وقاتوا بيها رب طبعا حاضر في الوسط ده هو ربنا اللي مطلعوا ليشوع نرى بقى انا هقرهم لكم اللي هما اخر ثلاثة آخر ثلاث آيات في الإصلاحة فاخذ يشوع هما دول مربط الفرص هما دول الكور بتاع الحلقة النهاردة هما دول اهم حاجة انا اتمنى على كل احبائي المؤمنين تأملوا بكلمة الرب بتقول ايه في الثلاث آخر اللي جايين دول انفاس الله عايز يعلمنا ايه النهاردة في هزا النساء المبارك فاخذ يشوع عخان ابن زارح لا سيبك خلينا نقراها فادي بليز خلي الناس تتفاعل معنا كده وجهاً لوجه وتحس بي اللي احنا بنحسه لما بنقراه الكلام ده ونفكر فيه يعني انا ارجوكم اتوسل اليكم يعني بجد باسم الروح القدس العامل فيكم روح الله المشتعي داخلكم اللي بيرشدكم ويقودكم ولما تصلي تحس بالراحة النفسية ولما تتأمل في كلمة الرب تحس بالسلام والهدوء الرجاء والسلام زي ما قال ابونا داود لمعي لما تأمل في سيفة يشوع الرجاء والسلام والعز اللي احنا فيه مش الكتاب قال انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم يشوع ده واحد منهم ده من أبطال الكتاب المقدس فخلينا نتمثل بإيمان يشوع كما نسحيين مؤمنين ابناء العهد الجديد عمل يشوع فأخذ يشوع عخان ابن زارح والفضة والرداء ولسان الزهب ويه بقى وبنيه وبناته بناته وبقره وحميره وغنمه الحيوانات وخيمته الخيمة القماش حتى وكل ما له كل حاجة لي كل حاجة لي كل ما يخصه سباق جماد حيوان إنسان وجميع اسرائيل معه مع يشوع وصعدوا بهم الى ودي عخور كلمة عخور دي فحد الزهات هتخب يعني احنا داخلين يقولك عخور تحس انت داخل على كارسل يشوع احنا بقى ايه تحس الترانسفورمرز بقى تحول من الطيد اللي هو بيقوله يا ابني واعت مجدا لرب كيف اقدرتنا يقدرك الرب في هذا اليوم فرجمه جميع اسرائيل بالحجارة رجموه ضربوا بالحجارة انتم متخيلين لما عخان فرجموه جميع اسرائيل بالحجارة واحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة نتأمل في دي جابوهم كلهم عخان وولاده وبناته وغنمه ومعزاته وخيمته وحطوهم في النص وهم دايرة وبالحجارة بعده في الصحراء حجارة من التقيلة ودب دب دب ومن كل ناحية ضربوهم بالحجارة متخيلين المشهد والدم بيخر أطفاء مع عياله عياله بنات مراته ولاده هو الحيونات الغلم والبقر والحمير كل ده بيتضرب بالحجارة من كل ناحية حجارة أحجام ضخمة والدم ينزل وابتاعه الدماغ تتفتح وكل حتة كل حتة لغاية ما ماتوا وبعد كده احرقوهم بالنار طب هما ماتوا بالحجارة ماتوا من الرجل لتمثيل بالجسس بعد كده أحرقوهم بالنار بعد ما ماتوا من الرجل طب وبعد ما أحرقوهم من النار رموهم بالحجارة راحوا مكومين عليهم حجارة فضلوا يرمو عليهم حجارة تاني بعد ما تحرقوا انتوا عارفين يعني ايه جسد بني آدم ميتة تتحرق وبعد كده يترمي عليه حجارة تاني ولكن أقاموا فوقه كلهم يعني رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم شوفوا الكرسة الأكبر اللي بيختم بيها الإصلاح فرجع الرب عن حموه وغضبه ربنا ارتع رجع عن غضبه لأنه عقبهم وهنا بقى نبتدي كمؤمنين وأبناء لله إله المحبة الله محبة الجماعة فإحنا بروح لله ساكن جوانا أخدناه في المعمودية وساكن جوانا فإحنا بروح المحبة لجوانا المسيحية أنا كمؤمن مسيحي واستمعت إلى أباء الكنيسة زي ما استعرضنا سواء بروسطانتا أو زوكس بيتكلموا على الجمال اللي في سفر يا شوع من هذه القصة القصة خلصت عند كده بعد كده بيكمل في حدة تانية خلاص خلصت قصة أخامد مكرني تفتكروا أنا بسألكم بكل صدق وبكل إخلاص وبإنسانية خالصة بسأل من قلبي وبسأل بعقلي بسأل كل أحبائي المؤمنين من كل الطواف إحنا إلا نتعلمه من قصة يا شوع مع أخاني بن كارمي معارضة يعني أنا عايز تركزولي على الجوانب اللي فيها رحمة وفيها محبة فيها غفران لأن يسوع هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد الله هو هو أمسا واليوم للأبد يسوع هو عقل الله الماطق ومطق الله العاقل موجود منذ الأزل فالله اللي اختار أخاني بن كارمي وقل وأرشد يشوع عليه والله اللي هو رجع نحمه وغضبه بعد ما حصل انتقامهم من أخان وكل اللي معاه هو يسوع الله هو 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 يسوع بس ظهر لنا في الجسل فإيه رأيكم في المحبة؟ أنا من حقيقة أسأل لماذا؟ يعني أنا أتأمل وأتكلم إلهي كده مش ربنا بيكلمنا ويقولك الرب والله على قلبي والرب بيكلمني وروح الرب بيأخذنا فأنا أتواصل مع روح الله الساكن جوا يقوله يا روح الله الساكن فيك يا روح الله اللي بتوحي في الكتاب المقدس اللي بتكلمني من خلال أنفاسك في كلمتك في الكتاب المقدس ليه ما تطبقتش الشريعة؟ اللي انت حطتها بنفسك يا روح الله ليه ما تطبقتش الشريعة على أخاني؟ طيب ليه عخان يتقتل ومعه بنيه وبناته زنب بناته إيه؟ يعني زنب بنات عخان إيه؟ أيها كانت أعمارهم؟ زنب بنيه إيه؟ زنب كل ما له معناها امراته ولو عنده أي حاجة طب زنب الحيوانات إيه؟ للانتقام الباشع ده بسبب حدثة سرقة وأي حدثة سرقة تستهلي تعمل فيه ده كله؟ من حقي أسأل كمان ليه يا جماعة التمثيل بالجسس؟ يعني أنتوا قتلتوا معني ده مش ماشي مع الشريعة خالص طب ليه تمثلوا بجسسهم؟ جسس الناس دول بعد ما رجمتهم بالحجارة تحرقوهم لغاية ما يتفهموا وبعكية تكوموا عليهم حجارة عظيمة طب وليه رجع الرب عن حموه وغضبه؟ يعني ليه يا رب أنت غضبت الغضب ده كله؟ ليه بسببهم من الأول ما ودت ستة وتلاتين واحد من المحاربين فالشعب اتهزم فمات ستة وتلاتين واحد بسبب السرقة؟ هل ده عدل؟ هل ده رحمة؟ فأنا محتاج يا جماعة كمؤمن مسيحي أتأمل في كلمة الله عشان أشوف أنا استفدت إيه لمقارتها النهاردة؟ بكل هدوء، بكل محبة، بكل بوداعة نحن نتساءل هذه هي كلمة الرب التي يتم بها الوعظ على المنابر في العهد الجديد من كنيسة المسيح بطواقفها المختلفة، برجالها المختلفين أنا جبت أمثلة بسيطة من الكنيسة الأرزوكسية وكبار قددها والكنيسة البرتسطنتية أنا عايز أقول لكم للأمانة كمية الوعظ اللي بتوعظ عن سفر يشوع بكل المحبة والرحمة والتسامح اللي فيه سفر جميل زي ما قالك يوسف رياض البابا شنود قالك روح الحكمة والتلمزة اللي فيه شوع اللي بتلمز عليه دموسك أبونا داود لم يقال لك الرجاء والسلام يا جماعة فين المعاني دي؟ أنا عايزكم معايا نشوف فين المعاني الرجاء والسلام فين روح الحكمة والتلمزة؟ فين السفر الجميل ده؟ أنا عايزكم تشاوروا لي على الحاجات دي يعني نورونا، فكروا وحسوا محتاجين فكر، محتاجين إحساس أنا استعرضت معاكم كلمة رب في هذا المساء وأتمنى أن كلمة ربنا تلمس قلب كل إنسان بيسمعها منكم فالمؤمن يزداد إيماناً وغير المؤمن يتشد لإيماننا الجميل الحلو، ليسوع الحنين، لله الحنين وأبطال الكتاب المقدس زي يشوع ننظر ليهم ونسرتهم ونقلدهم ونعمل زيهم في حكمتهم شكركم ربنا يبرككم يا رب وأمضوا بسلام، سلام رب يا رب مرسي يا سامح على الوعزة الجميلة فيه أنا عندي تعليق على القصة دي التعليق هو إن أغلب المسيحيين للأثر اللي أنا عرفهم يعني بيقروا الكلام ده وعارفين القصص دي وما عندهمش مشكلة خالص مع القصص دي وفي نفس الوقت بيدعوا إن المسيحية دين محبة وإنسانية وسلام وكل الحاجات الغريبة دي ولكن في نفس الوقت برضو هتلاقي إن الصلوات بتاعة الكنيسة بتقتبس أجزاء من العديد القديم وخاصة في فترة السوم واسبوع الألام لأنهم هتتلموا على العبور والقصص اللي إحنا عارفينها دي اللي هي في رأيي لا تمتل الإنسانية بصبع وأنا رأيي إن كتر تعرض الناس للقصص دي وتقديس القصص دي واعتبارها إنها قصص جميلة بنقعد نتأمل في حلوتها وأنا معرفش إيه الحلوة في أي حاجة من الحاجات دي خالص يعني ولكن أنا عارف إن المسيحيين بيتأملوا وبيطلعوا حاجة كويسة من القرف اللي إحنا شايفينه دا هو بالنسبة لي قرف لأنه حاجة مقدرش أتخيلها ومقدرش أقولها لعيالي ومقدرش أطبقها ومقدرش أقبل إن في إله لو افترضنا يعني إن في إله إنه يكون بالوحشية دي يعني أنا مقدرش أتخيل كل الحاجات دي وده أهم سبب على فكرة في تركي للإمام لأن أنا في الأول والآخر إنسان بحاول بإنسان أتعامل مع باية البني أدمين بإنسانية ومقدرش أقبل أي قصة من القصص دي ولا في العهد الأديم ولا في العهد الجديد ولا في أي وقت خاصة إن الكنيسة والعهد الجديد وكل الأباء ما بيقولوش أي نوع من أنواع الانتقاد لأي قصة من قصة الأديمة والتالي أفهم من كده إنهم موافقين وعجبهم والدليل إنهم يتأملوا فيه زي ما سمح جاب الفيديو بتاعه أنا عندي مشكلة الحقيقة مع المؤمنين المسيحيين لأن أنا بقيت في تعاملي معهم بحس إنهم يفتقدوا للإنسانية تماماً مهما قعدوا يقولوا إحنا عندنا الإنسانية والمحبة والله محبة والهاجس يعني أنا بالنسبة لي ده كله هاجس تماماً لأنهم عمرهم ما قالوا أي قصة من القصص دي غلط أو أي قصة من القصص دي ما ينفعش تنسب للإله وده بيجات مانيفستد أو بيظهر بقى في سولوكياتهم عندهم مشكلة مع أي حد مختلف معهم ما عندهمش مشكلة خالص مع إن أي حد مختلف معهم إن هو يتم التنكيل بيه ما فيش ما بحسش بأي تعاطف في الحقيقة غير مع الناس اللي شبههم يعني هم كمؤمنين أغلبهم يعني طبعاً في ناس أكيد بيبقى عندهم الإنسانية موجودة ومعرفش إزاي بيرقعوا الكلام ده الحقيقة يعني بس عمتاً يعني أغلب اللي أنا أعرفهم أو نسبة كبيرة منهم ما عندهمش مشكلة يشوفوا ناس بتتبهدل وناس بيحصل لهم تعذيب أو مشاكل أو أي نوع من أنواع الانتهاك للحقوق ده حقوقهم طالما هم بعيد عننا ما لناش دعوا منهم بشوف كتير يعني في مواقف كتير بشوف إن هم ما عندهمش أي نوع من أنواع التعاطف مع المثليين مثلاً دايماً شايفين المثليين دول خطاة وبيغضبوا ربنا وربنا ممكن ينتقم مننا بسبب وجود الناس دي وسطنا وعندهم مشكلة معاهم والكيود اللي فيهم بيحاول يقولك أنا عايز أعالجهم مع أنه ده مش مرض ولا في أي حاجة الطب النفسي بيقول إنها مرض نفسي مفيش يعني علمياً الناس دي ناس طبيعية زيهم زي أي بني آدم عادي زيهم زي أي الكائنات اللي موجودة في الحياة في تنوعات في الميول الجنسية وبالتالي الناس دي ناس عادية بالنسبة للعلم وبالنسبة للإنسانية وبالنسبة لأي حد ما عندوش أي نوع من أنواع الكره لأي إنسان القصص دي في رأيي قصص مدمرة نفسياً بتشوه النفس البشرية طالما أنت بتقدسها وأنا عندي مشكلة حقيقية في إن أنا أبقى عارف إن أنا لي ناس قريبي وصحابي ومعرفش إيه شايفين إن القصص دي قصص جميلة وقصص فيها تأملات زريفة وإن شخصية يشوع دي شخصية كيوت وجميلة وحلوة وهو مجرم أسلاً سفاح آه يعني 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 قال لحاجة تتقال عليه إنه مجرم مجرم سفاح قاطل آه يعني آدم قصة دي أول قصة فلما بنعمة الرب نستكمل تأملاتنا في سفر يشوع ونخلصه كله هنصل إلى نتيجة لما يقولنا روح الله في البحث هنستخلص إنه يشوع سفاح محترم ده حقيقة سامح وأنا زي ما بقولك كده ده كان أول مصمار في نعش الإيمان بتاعي لما ابتديت أقرأ الكتاب آه وأقوله باللغة اللي إحنا بنتكلمه لأن فعلا أنا كنت قريته قبل كده وعدت وعدت آه اكتشفت إن فعلا القصص دي قصص مدمرة وفعلا منعت نفسي إن أنا آه أتكلم مع العيال في الحاجات دي تاني لأن أنا لقيت إن أنا لو اتكلمت مع العيال في الحاجات دي تاني أبقى أنا بأزيهم وببوز طفولتهم وإنسانيتهم آه وبخليهم ناس فاقدين للإنسانية وهو فعلا الأديان قصصة الأديان الإبراهيمية هي بتعمل دي هيرومانيزيشن للبني آدم الإنسان في حاجات كتيرة بتأثر عليه الحاجات دي ممكن تنتزع إنسانيته منه منها الأفكار الهباب وفعلا الجرائم اللي الناس بتشوفوا على إنها حاجات جميلة وفي الآخر يقول لك أصلي الإله آه الإله كيوتله جميله بس في نفس الوقت هو عادل هو هل من العد؟ يعني لو أفترضنا يعني إن العخان ده عمل بلاوي سود هل من العد لإن أنا أعمل أقاب جماعي لأهله؟ خليني أستعرض حتة مهمة في الآقاب الجماعي لأهله دي أرجوك تجيب لنا الآية بتاعة سفر التسنية إصحاح 24 عدد 16 بص يا جماعة روح الرب أنفاس الله في الوحي المقدس بيتكلم على لسان موسى النبي في العهد القديم سفر التسنية إصحاح 24 عدد 16 ولا يقتلوا الآباء عن الأولاد ولا يقتلوا الأولاد عن الأباء كل إنسان بخطياته يقتل كل إنسان بخطياته يقتل شكرا يا فادي مع أنه برضو في حتة تانية في موقع آخر مش هانجبال لاتي الناس فيها أحظاه يفتقد زنوب الآباء في الأبناء حتى جيل الثالث والرابع وأنا في هذا الموقف لا يفوتني أن أذكر التيمة بتاعت كل حلقة العظيمة يوسر كده ينفع وكده ينفع تمام أنا بس فعلا عايز أي حد بيتفرج علينا أنه هو يعني يتخيل المواقف دي بتحصل مع عائلته يعني هل مثلا واحد سرق أروح قتله قتل كل أولاده وبناته والليلة وحرق بيته وكل الكلام ده علشان ربنا اللي هو المفروض بتاع المحبة واللي علمنا المحبة وبعت الناس دي كلها علشان تعلمنا الطريق السليم والقويم علشان نعيش حياتنا في سلام ونتنعم بنعيمه لما نموت وكل الهرس ده هل فيه حد ممكن يقبل أن الإله اللي هو بيعبده يكون بالوساخة دي مالهاش تفسير مالهاش تعبير تاني أنضف من كده يعني أنا فعلا بحاول أن ألاقي ألفاظي علشان يعني بيقولوا إن إحنا ناس أبيحة وكده مع أن الحقيقة الأباحة عمرها ما توصل لللي إحنا بنشوفه ده خالص يعني وأنا حزين وأنا بتكلم لأن أنا بتكلم على ناس أنا أعرفهم كويس ناس أتربيت معاهم عشت معاهم أكلت وشربت معاهم خرقت وتفسحت وليه زكريات وليس معاهم ولكن اكتشفت أن هما ما عندهمش أي مشكلة مع القصص دي بالعكس ببلي شايفينها جميلة وبيرنموها ويتكلموا على أريحة وكأن القصص كلها عبارة عن قتل وما فاش قرير قتل أحقيقة وشأت لك يا فادي يعني أنا في حتة من المشاكل الأخلاقية اللي في القصة بديدت وجعني شوية كمان كلها موجعت التمثيل بالجسس يعني أنت رجمتهم بالحجارة وأي حد يتفرج على مشاهد الرجم يعني فيه فيلم عن رجم فيلم إيراني عن رجم الصورية باطلة الفين وتشوفها وهم حطينها وبيرجموها بالحجارة من كل ناحية والمشهد الحجر الصخرة لما تضرب وعنيها وتدوخ وتقع والدم مشهد باشع مشهد الرجم باشع يا جماعة فأنت متخيل أنت جايب راجل ومراته وبناته وأولاده وحيوانات حواليهم وكمية صخور نزلة عليهم من كل حتة فماتوا وبعد كده بتحرقهم ليه التمثيل بالجسس ده ليه كده كل ده ليه يعني ليه الرجم لمن لا يستحق والأبرياء وبنات وحيوانات ليه الحيوانات وليه الأبرياء دول وكمان التمثيل بالجسس بهذا الشكل الصعب وده بيدينا دلالة قوية قد إيه ربنا رحيل وده ربنا حنيل وقد إيه ربنا رحمته واسعة يا جماعة وبيقبل الكل قد إيه ربنا ده لذيذ يعني مش الواحد يقول وجدت كلامك حلو فأكلته يقولك أحلى من العسل والشهد دي كلمة ربنا شايفين يا جماعة كلمة ربنا حلوة ازاي شايفين كلمة ربنا بتبني الإنسان من جوه ازاي شايفين روح الله حلوة ازاي شايفين ربنا بيحمل ايه مع الإنسان يسوع الحلو الطيب الحنين شايفين الحنية هم بيعرفوا يطلقوا حنية ما عرفش ازاي بس بيطلقوا يا سامحة وهي الفكرة ان لو احنا كنا عايشين مثلا من 300 سنة او اكتر او ابعد يعني عمرنا ما كنا حنسمع عن الكيوتنس والانسانية والهجس ده كل ده هجس اتعمل لما حصلت الثورة الفكرية والفلسفة الانسانية اللي ظهرت في اوروبا فهو كان من اللازم ومن الضروري ان يحاول القائمين على الكنيسة في اوروبا ان هم يصوروا الدنيا على انها كيوت برضو احنا يعني انتو طلعتوا الفلسفة الانسانية انتو كفلسفة ملكمش دعوة بالدين فاحنا برضو ما ينفعش ان نبقا عاديين وسطوك وشكلنا لبواغزة ابيح يعني فهو بنحاول نتجاهل بقى حاجات كتيرة وهو فعلا اللي حصل ان الكنيسة الكاتوليكية والغاية لوقت الكنيسة الطية والارثوذكسية والبروتوستانتية عندهم مشكلة في ده الكنيسة الكاتوليكية وصلت ان هي بتتجاهل تلت اربع كتاب الكتاب ده بالنسبة لها يعني حاجة سنوية كده ما بتحاولش تعلمه لحد يعني انا اعرف ناس كاتوليك اه للمفروض ان هم كانوا مواصبين على حضور الاجتماعات والمعرفش ايه وبتاع هو بالنسبة لهم الموضوع تم اختصاره في تلت اربع مواقف ليسوع وليسوع حلو كيوتيوب ايش في الناس وبيعمل ليسوع له يصنع خيرا وما حدش بيجيب بقى سيرة الحاجات التانية دي خالص انكلودينج الحاجات اللي يسوع عملها اللي هي ملاش اي علاقة بالانسانية لحسن حد يفتكر ان يسوع اكسابشن لا يسوع مش اكسابشن يسوع هو شخص يهودي ما عندوش اي مشكلة خالص مع اي قصة من قصص العهد القديم لم ينتقد اي شيء من القصص بتاعت العهد القديم اللي مليانة بلاوي ومجازر وافلام هندي يسوع شخصيا بيتوعد الناس اللي مش هتؤمن بيه بوعود ووعيد الهلك وبلوي سودا يعني الكاتوليك عرفوا اللي فيها وقال لك اي احنا مش هنعلم الحاجات دي العيال خلاص العيال اخيرهم هناخد كم موقف كده لزيز وكيوت وحلو ونمشي الليلة لان احنا هيبقى شكلنا وحش وهو فعلا لغا دلوقتي الكنيسة الابطية الارتلوكسية هي كنيسة شكلها عرة وسط العالم الحديث للعايش بفلسفة انسانية تعتبر ارقب كتير من اي تعاليم دينية موجودة سواء في المسيحية او في اي دين ابراهيمي غيرهم يعني غيرهم انا اسف لو انا بطول بس انا فعلا الموضوع ده حازس نفسي جدا لا انا عايزك تجمد معي عشان دي اول قصة وانا بدي على الهادي اهم ده احنا هنستعرض في اجزاء القادمة ان شاء الله ده جزء الاول هنستعرض في الاجزاء القادمة قصص فيها تتجلى عظمة ربنا اكتر تتجلى رحمة ربنا ومحبته اكتر فانا عايزك تجمد معي وبدعوا الاحباء المؤمنين اللي بيسمعونا ان هما يسمعوا تفسيرات ابونا داود لامع ده فيه اسس كتير جدا اسمعوا يا جماعة فيديوهات اول اللي عايز يقرى يرى تأملات ابقنا واسسنا ورجال دينا واعظنا تأملاتهم الروحية في صفر ياشوء عشان تعرفوا تتمثلوا بايمان ياشوء ما هو ده مش تنظروا ما قولنا انظروا لنهاية السيرة ده وتمثلوا بايمان ياشوء فاحنا عايزين المؤمنين تمثلوا بايمان بطل من ابطال الكتاب المقدس يا شواء بنونوت اهو فاتعلموا بقى اتعلموا يعني اوأ سامح بتكلم بسخرية جماعة لحسن تصدقوه جد بس عمتا اشكرك يا سامح واسف لو انا طولت بس انا فعلا زي ما بقولك كده انا فعلا الموضوع بقى الفيديو ده لو ما عداش بسببك انت اهو انا الحلقة دي عبارة عن سكر محلي محطوط على كريمة انا سكر محلي حصل حبيبي وش يعني وش مؤمن وش مؤمن كيوت بس اه انا اهوف لي اليوتيوب يعني انيوي هنشوف اللي هيحصل بس عمتا اشكرك واشكر اي حد بيتفرج علينا او لسه بيتفرج علينا ومستحملنا ونتقابل المرات الجاية ونكمل مع يشوع لان هو فعلا يشوع ده المفروض ان هو يكون لحظة فارقة في حياة اي مؤمن يسعى الى الانسانية ده لهو عنده اي نية ان هو يبقى عايز يبقى انسان حقيقي بيعرف يتعامل مع الناس بشكل انساني مش بشكل اللي احنا شايفينه ده ان هو فعلا القصص دي قصص صعبة انا انا مقدرش اقول لعيالي مقدرش اقول لدي انساني اذا يرى حتى التشفيد في صغيرة للحلقة الجاية في سلسلة يشوع هنتكلم عن المعجزة من اهم معجزات الكتاب المقدس يا احبائي ومن اهم معجزات يا شوع ودي معجزة اي مؤمن مسيحي لما يقراها شعر راسه لهو مش شعر عزي شعر راسه يقف من عظمة ربنا وقوة ربنا فتحس بسبات كده لثقة في الهك من قوة المعجزات اللي حصل فهنستعرض معجزة من اهم معجزات الكتاب المقدس تماما سامح مرسي مرسي وشاوقتنا للحلقة الجاية علشان انا عايز شعر يقف شوية علشان الحلق يعرف يقصه بسهولة حبيب يا سامح يلا نشوفك على خير وشكرا وشكرا لكل الناس وسلام شكرا للمشاهدة